بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي طلاب دبلوم القانون الإجرائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة بمادة إجراءات التقاضي والتنفيذ في الفقه الإسلامي وقبل أن نبدأ في محاضرة اليوم أذكركم بما سبق أن قلناه في المحاضرة السابقة وكنا قد تحدثنا فيها حول تعقب القاضي أحكام غيره من القضاط وعرفنا أنه لا يجب على القاضي أن يتعقب أحكام غيره ممن سبقوه من القضاط من تلقاء نفسه وذلك لأنه لا يتولى القضاء إلا من هو أهل الله ومن ثم فإن أحكام القاضي تحمل على الصحة ولا داعية لتعقبها دون طلب من أحد المتخاصمين بشروطه المعروفة أيضا عمل القاضي الذي تولى حديثا هو أن ينظر في الأحكام المستقبلة وليس في الأحكام الماضية ومن ثم فلا يجب عليه الانشغال بتعقب الأحكام التي سبقته من قاضي آخر ويترك ما ولي لأجله أصالة ثم تحدثنا في مدى جواز التعقب فإذا كنا قد حسمنا المسألة وقلنا لا يجب عليه التعقب من تلقاء نفسه فإن الأمر يختلف في حالة الجواز إذ وجدنا خلافا في الفقه الإسلامي إلى رأيين رأي يرى جواز تعقب القاضي لأحكام غيره من تلقاء نفسه ورأي يرى عدم جواز ذلك وهذا هو الراجح والله أعلم أما إذا تقدم أحد المتقاضيين للقاضي بطلب لنقد الحكم واستجمع هذا الطلب الشروط اللازمة لذلك فإنه حينئذ ينظر القاضي في الدعوة وينظر في الأحكام التي يطلب منه نقدها وعلى حسب ما يرى فيها بحسب ما تؤدي إليه القواعد الشرعي وقلنا أخيرا أنه يجب على القاضي حين ينقود حكمه أن يسبب هذا الحكم كما قلنا إن حق النقد يثبت للقاضي وللحاكم ولا يثبت للمفتي لأن حكم المفتي أو إصدار المفتي لفتوى شرعية لا يكون ملزما بحكم القضاء يعني غير ملزم زي حكم القاضي لأنه من المعلوم أن حكم القاضي ينفذ بالقوة الجبري اليوم إن شاء الله موعدنا مع حالات وجوب نقد حكم القاضي كنا قد تحدثنا فيما سبق في أن الحكم إذا خلف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا فإنه ينقض إلا أن الأمر لا يتوقف على هذا فهناك حالات في الفقه الإسلامي ينقض فيها حكم القاضي وإن لم يكن مخالفا لنص أو إجماعا أو قياسا جليا وسوف نعرض لبعض النماذج التي تتعلق بهذا الأمر ونبدأ اليوم إن شاء الله في بيان حكم نقد حكم القاضي حال غضبه الشديد المسألة بمنتهى البساطة أنه ينبغي أن يكون القاضي في حالة استواء للفكر وحضور للقلب والعقل أما إن كان هناك تشويش في أمر من ذلك كان في حالة غضب شديد أو جوع شديد أو عطش أو نعاس أو ما شابه ذلك فإن ذلك مدعاة للحديث حول نقض حكمه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القضاء حال الغضب وفي أكثر من حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضب وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضب وقد أيد أو تأكدت هذه الأحاديث بما أثر عن الصحابة الكرام مما يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم من مخالطتهم له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه مجمعين من ذلك الكتاب الشهير الذي كتب به سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنه ورضاه وقال فيه إن القضاء فريدة محكمة وسنة متابعة إلى آخره ثم قال فيه سيدنا عمر بيقول لسيدنا مين؟ موسى رضي الله عنه ورضاه يقول له وإياك والغضب والقلق والدجر والتأذي بالناس عند الخصومة إذن دلت كل هذه الأدلة على أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم وهو في حالة غضب شديد طيب ما الحكم إذا قضى القاضي وهو في حالة غضب شديد؟ يبقى إحنا مسألتنا الآن تتحدث حول الأثر المترتب على مخالفة النهي عن القضاء حال الغضب وفي حقيقة الحال إن القاضي إذا حكم في قضية وهو في حالة غضب شديد فإن الفقهاء قد اختلفوا في حكمه إلى ثلاثة اتجاهات الاتجاه الأول بيقول إن أحكام القاضي كلها تنفذ وده كان اتجاه المالكية في قول عندهم الاتجاه الآخر يرى عكس هذا الاتجاه بيقول كل أحكامه لا تنفذ يعني تنقض وهذا مروي عن بعض فقهاء الحنابلة منهم القاضي وهو أحد علماء المذهب الحنبلين الاتجاه الثالث وكان اتجاه وسطيا بيقول إن القاضي إذا قاد هو في حالة غضب شديد تنفذ أحكامه الموافقة للصواب وتنقض أحكامه المخالفة للصواب وده كان اتجاه المالكية في القول الآخر وهو اتجاه الشافعية وأكثر فقهاء الحنابلة إذن لدينا ثلاثة آراء رأي في حكم قضاء القاضي وفي حالة غضب شديد رأي يرى أن أحكامه تنفذ رأي يرى أن أحكامه التي قاد فيها وفي حالة غضب شديد يعني رأي الثاني يرى أن أحكامه لا تنفذ رأي الثالث يرى التفرقة يقول الموافق للصواب ننضي أما المخالف للصواب ننقض وننصرف إلى أدلة كل اتجاه الاتجاه الأول الذي يرى إمضاء قضاء القاضي حال غضبه ولو كان غضبانا غضبا شديدا استدل بحديث أو برواية رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث في عهده يعني أن رجلا من الأنصار خاص مسيدنا الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فآبى عليه يعني الحكاية بمنتهى البساطة أن رجلا من الأنصار خاصم سيدنا الزبير في نوبة السقي بينهما الأنصاري بيقول سيدنا الزبير سرح الماء سيب الماء يتيجى عشان أنا أسقي سيدنا الزبير رضى الله عنه وأرضاه رفض لأنه كان له الحق في أن يسقي أولا فاختصم عند النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصة حكم النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بحكم الله العدل وقال للزبير اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك ثم أرسل الماء إلى جارك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين سيدنا الزبير يسئل أول ثم يرسل الماء إلى هذا الجار الأنصاري هذا الرجل الأنصاري قال للنبي صلى الله عليه وسلم آن كان ابن عمتك يبأ إذن هذا الأنصاري لم يرد بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول له ده علشان ابن عمتك حينها غضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلون وجهه صلى الله عليه وسلم حتى أن سيدنا الزبير يقول والله إني لا أحسب أن هذه الآيات نزلت إلا في ذلك وتلى قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم إلى آخر الآية الكريمة المهم وجه الدلالة طبعا الأول عايز أبين لكم معنى شراج الحرة كلمة شراج وهي بكسر الشين معنىها مسايل النخل والشجر والحرة هي أرض تسمى بهذا الإسم وهي مميزة بأنها ذات حجارة لونها أسود يبقى الشراج مسايل النخل والأشجار والحرة أرض ذات حجارة لونها أسود وأرض معروفة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة بيقول هذا الاتجاه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في حال غضبه النبي صلى الله عليه وسلم غضب من كلام الرجل اللي هو الأنصاري حتى أنه تلون وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قضاء صلى الله عليه وسلم هو غضبان يبدأ أدلة الاتجاه العول الاتجاه الثاني اللي قال أنه حكم القادي وهو غضبان ينقض مطلقا استدل ببعض الأدلة منها السنة النبوية ومنها المعقول فمن السنة النبوية استدلوا بأحاديث النهي عن القضاء حال الغضب وأنا قلت لكم طرف منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي أن حكم بين اثنين وهو غضبان بيقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نهى نهيا صريحا عن القضاء حال الغضب والنهي القاضي بتقول لي كده ده كلامهم النهي يقتضي فساد المنهي عنه ويبقى القاضي لو حكمه في حالة غضب شديد حكمه ينقض سدلوا من المعقول بدليلين الدليل لا والقالوا إن القاضي إذا غضب تغير عقله وإذا تغير عقله لا يؤمن استواء فكري ورأيه ربما يكون في نوع من التشويش على الذهن بسبب الغضب فلا يوافق الصواة فالأسلم أن ننقض حكمه ده كلامهم دليل الآخر من العقل قالوا إن غضب القاضي الشديد قد يترتب عليه أن يخاف صاحب الحق من إظهار حقه يعني ربما يبدو الغضب على وجه القاضي فيترتب على هذا أن الخصمة يخشى من إقامة حجاته عند القاضي ومن ثم يبما يخدش حقه في الدفاع المشروع له والمقرر في الأدلة الشرعية ننتقل بعد ذلك للاتجاه الثالث الاتجاه الثالث هو أنه كان اتجاه وسطي وبيقول أنه تنفذ أحكام القاضي التي توافق الصواب وينقض منها ما خالف الصواب استدلوا بنفس الأدلة التي استدل بها أهل الاتجاهين السابقين يعني خادوا دليل من الاتجاه الأول ودليل من الاتجاه الثاني إيه الحكاية دي؟ بمنتهى البساطة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى فيه بين الأنصاري وبين سيدنا الزبير قضى فيه وهو غضبان وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا يقضيان حاكم بين اثنين وهو غضبان إذن عندي رواية بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان ورواية بتنهى عن القضاء حال الغضب فقالوا إحنا نوفق بين هتين الروايتين إزاي؟ أنه يجمع بين الحديثين بأن يقال بنفاذ قضاء القاضي الغضبان يعني الذي قضى حال غضبه إذا كان موافقا للصواب وينقض إذا كان مخالفا للصواب إحنا كده جمعنا بين الحديثين والجمع أولا استدالوا أيضا من المعقول قالوا أنه سبب النهي عن القضاء هو الخشية من عدم إصابة الحق مش علشان أنه غضبه طيب وإذا كنا نخشى من عدم إصابة الحق فإذا اطمأننا إلى إصابة القاضي للحق فحينئذ يجب إمضاء حكمه ولا داعي أبدا لنقضه خلاص يا شباب؟ طيب جميل جدا ننتقل بعد ذلك إلى المناقشة ثم الترجح كما اعتدنا مع حضراتكم فيما يخص الاتجاه الأول الذي استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى فيه هو غضبان وقالوا أنه تنفذ أحكام القاضي التي يقضي فيه هو غضبان مطلقا نقول لهم أنه كلام الرواية فوق العين والرأس لكن لا ينبغي أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره في هذا لأن عزمة النبي صلى الله عليه وسلم تمنعه من الخطأ حتى لو كان في حالات غضب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وليس أحد كالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أي قاض قد لا يصيب الحق وهو في حالة الغضب الشديد لكن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وقطعا لن يقضي إلا بالحق يبقى إذن لا يقاص على النبي صلى الله عليه وسلم غيره في هذا أما الاتجاه الثاني أحنا أفكركم به كانوا قالوا أنه تنفذ أحكامه عذرا تنقض أحكام القضي كلها نقول لهم والله يشوفوا الحديث الشريف الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب وكلامكم أنه النهي يقتضي فساد المنهي عنه هذا كلامه غيره مسلم لأنه الحقيقة فيه خلاف كبير جدا ودي مسألة أصولية شهيرة يعني خلافية هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه أم لا يعني إذن هو مش مسلم أبدا أنه النهي يقتضي الفساد ده مسألة خلافية نمرة اتنين أنتم قلتم في دليلكم العقلي أن القاضي لو غاضب تغير عقله وده يستدبع عدم استواء فكره ومن ثم قد يخالف الإصابة في الحكم الذي يقضي فيه هو غضبا نقول له مني هذا أمر احتمالي مش مؤكد يعني قد يحدث وقد لا يحدث ومن ثم منفعش أن أنا أعمم القادة وقوله أنه ومدام غضبا هيخطئ قولا وحدا ربما يصبه ربما يخطئ وبناء على انتهائنا من هذه المناقشة ننتقل إلى الترجيح والله أعلم أرجح الرأي القائلة بأن ينفذ أحكام القادي حال غضبي إذا كانت موافقة للصواب وينقض منها ما خالف الصواب لأن أدلتهم قوية وقد سلمت كما رأيتم من المناقشة أيضا لأن الحكم الموافقة للصواب يمضى ليه يمضى؟ يمضى لأنه حق يمضى لأنه حق القاضي سواء كان في حالة غضب أو في غير حالة غضب مادام قد وافق الصواب فإن حكمه يجب إمضاؤه ومن ثم فإن الحق لا يخرج عن كونه حقا لمجرد أنه صدر عن قاض حال غضبه ومن ثم فإن الرأي الرجح كما قلت والله أعلم أن القاضي الذي قضى في حالة غضب يقر من أحكامه ما وافق الصواب وينقض من أحكامه ما خالف الصواب ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة شكرا جزيلا نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته